حالات إعرابة ما الاستفهامية نأخذ الأمثل بسرعة وأبعد عن الشاشة الأمثل كلها ما العمل؟ ما الحل؟ وما المتفيهقون؟ القاعدة بتقولها جماعة إذا وقع الإسم بعد ما هي ما؟ بعد ما وقع معرفة هي التعريف ها؟ التعريف ما المتفيهقون؟ طيب إذا الإسم الواقع بعد ما التعريف يكون إعراب ما خبر مقدم والإسم المعرف بأل اللي بعد ما مبتدأ مؤخر طلعوا ها؟ يعني العمل مبتدأ ما له مؤخر الحل مبتدأ ما له مؤخر المتفيهقون مبتدأ ما رفوع على ما ترفعيه إيش؟ لأنه صحيح والأون جماعة جماعة مذكر سالم وانتو كل شيء بد أكون لكم إياه كملوا عني مرة ما إسم استفهم ما بني على السكون في محل رفع خبر مقدم وصلت القاعدة إن شاء الله جيبوا لكم بأي كلمة من المريخ بعد ما في قال التعريف ما خبر مقدم واللي بعدها إذا باك معرف بأل مبتدأ مؤخر أهلين فيش تغلطهم طيب نشوف اللي القاعد اللي بعدها نبلش نصعب ما هذا ما في الصندوق انتبهوا الإشي اللي واقع بعد ما ما بعد الدرس شو فيه ما تم من العمل حتى الآن ما غير شكل السائل شوفين الأمثلة كل هين تبدأ فيما ما استفهمي تحمل معنى الاستفهم ولكن لاحظوا بعد ما هذا أجل اسم اسم إيش هذا وهذه وهؤلاء اسم إشارة تمام أجل بعد ما اسم ما في الصندوق أجل بعدها جار ومجرور في حرف جر الصندوق اسم مجرور ما بعد الدرس بعد ظرف وهي مضاف منصوب بالفتحة والدرس مضاف إليه تمام ما تم من العمل بقول تم العمله تم فعل لازم ولا متعدي تم العمل انتهى بديه متعديه بديش هذا فعل ماله لازم تمام ما غير شكل السائل شو نوع غير هان متعدي ولا لازم حطوه في رأسكم بنكبر الشرح ما كان في السلة شو بعد ما هان فعل ماضي ناقص اللي هو كان بتقول للقاعد يا جماعة وهيني كاتب لكم إياها هان اسمحوا لي تعرب ما مبتدأ يعني هانا ما اعرابها مبتدأ فيما هذا فيما الصندوق اعرابها مبتدأ ما بعد الدرس اعرابها مبتدأ ما تم اعرابها مبتدأ ليه تعرب ما مبتدأ إذا جاء بعدها اسم أو جار مجرور أو ظرف أو فعل لازم وين الفعل اللازم تم طيب شو اعراب ما في مثل هذا الحل يا جماعة مبتدأ أو انتبهوني غير غير الرجل بدي قاعد ايه عفوا بدي مفعول به يعني متعدي بدي شوف غير إيش غير رواعي غير قواعد اللعبة غير شكل المستطيل إذا بدي مفعول به في وين في غير إذا غير ماله مش لازم متعدي ولكن ماله المتعدي استوفى مفعوله مفعوله موجود في الجملة وينه شكله شكله هاد ما غيره شكله تغير موجود موجود المفعول به موجود يعني فعل لازم أو فعل متعد استوفى مفعوله في مثل هذه الحالات يكون اعراب ما مبتدأ عيدنا استاذ بتعيد بسرعة تعرض ما خبر مقدم إذا باقي الاسم اللي بعدها معرف بأل والاسم المعرف بأل هذا يأتي اعراب مبتدأ مؤخر اثنين اذا جاء بعد ما اسم زي اسماء الاشارة او جار مجرور زي ما في الصندوق او ظرف زي بعده فوقه امامه تحته خلفه يلا او فعل لازم زي تم او فعل متعد اخذ مفعول به في الجملة في كل هذه الحالات اعراب ما مبتدأ ممنوع تغلطوا طيب فيه سؤال طالب ذكي بقول استاذ انت هانا بتقول فعل متعدي اخذ مفعول به اه الماء ببكى اعرابه مبتدأ بقول له صح بقول طيب استاذ اذا باقي الفعل المتعدي لم يستوفي مفعوله والمفعول به مش موجود في الجملة زي هذه الجملة شو ببكى اعرابه اذا كان الفعل المتعدي لم يستوفي مفعوله تعرب ما مفعول به تعرب ما مفعول به تعالوا شوف ما شاهدت اليوم شاهد فعل متعدي اخذ مفعوله ما اخذش مفعوله اذا شو اعراب ما بدا تكون هنا بدا تكون اعرابها اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به معلومة زي دي تحذف الف ما ما تحذف الالف منها اذا سبقت بحرف جر يعني الى وبعدها ما بتصير الى ما فيش ما على وبعدها ما بتصير على ما زي هيك ومما بكين الام بتصير مما هذه الحالات هي حالات اعراب ما الاستفهمية الدرس اللي كابل في الفيديو حالات اعراب ما شرطية بيظل عليكم انتو لحالكم ما الموصولة يعني الدرس فيه ثلاث ماءات ما موصولة وما استفهمية وما ايش ما شرطية انا شرحت في الدرس فيديو كامل لما الشرطية وهي ما الاستفهمية بيظل عليكم ما الموصولة يا جماعة اللي بتكموها بتحطوا محلها الذي وبتعرب اعرابها حسب موقعها من الجملة اكمل بسرعة لدينا اعراب من الاستفهمية بسرعة من الاستفهمية قال تعالى من يحيي العظامة وهي رميم او انا بيجيك لك من ضربك من ضربك الامثل تعرب من مبدد ثابت لان ما بعدها ها فعل متعدي استوفى مفعوله يحيي ممكون احيى الله ما اغترش يظل صافر بدي مفعول به احيى الله الانسان احيى الله العظام احيى الله الشجر احيى الله البشر يعني احيى ما بتتمع الفاعل لحالها بدي مفعول به اذا فعل ماله متعدي متفقين متفقين اذا كان بعد ها ما فعل متعدي اخذ مفعوله هاي العظام مفعول به ضربك هاي اخذ مفعول به بيبكي اعراب منشهية مبتدع جاهزة يعني من بعمل حاله مش شايفة يحيي يحيي هسا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ليه حرف علي مقدرة تمام والفاعل ضمير مستطر تقديره هو يعود على مين على الله اذا من العظام ها شو اعرابها مفعول به اذا هاي فعل متعدي اخذ مفعول به اذا شو اعراب من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به من ضربك نفس القضية خلصنا انتبهوا هنا بسرعة لاني عمل شوئة تشعر بنقول من رأيت اليوم في المدرسة اعرب من باجي بقول رأيت فعل متعدي ليش لاني بقول رأى الرجل وبصفه شاف القمر الشمس السيارة صاحبه بنت الجران شاف مين بده مفعول به صح تمام هايش بدك تحلل في الامتحان رأيت اه انت اذا بدي مفعول به ليه لانه هذا فعل متعدي والمفعول به مش موجود في الجملة زي العظام مش موجود اذا شوف بصف اعراب من مفعول به السبب لان جاء بعد ما فعل متعدي لم يستوفي مفعوله فبالتالي بصير اعراب من هانا شوف مفعول به انتبهوا للجنب عكسها من حضر من الضيوف حضر فعل لازم بدوش مفعول به شو الدليل بقول حضر أبي نعم بديش مفعول به حضر أمي أهلين بديش مفعول به حضر صديقي فعل وفاعل بديش مفعول به متفقين متفقين إذا صف في عندي فعل لازم اعراب من مبتدأ فعل متعدي إذا المتعدي هذا لم يستوفي مفعوله تبكى من مفعول به إذا المتعدي هذا استوفى مفعوله زي المثال اللي فوق ببكى مبتدأ إن شاء الله تغلطوا مشانا نخلقكم عدسة جاهسين شباب جاهسين طيب خذوا الأمثلة بسرعة من الرجل أو من هذه المرأة من كان صديقه تقول القاعدة انتبهوا بعد من هان اسم معرف بأل وهذه اسم إشارة وكان فعل ما بناقص بكل تعرب من خبر مقدم زي ما كابل خبر مقدم إذا تلاها اسم معرفي هاي اسم المعرفي هذا أو تلاها فعل ناقص من كان صديقه فشو إعراب من من إعرابها اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم ليش أستاذ لأنه أجا بعدها اسم معرفي أو أجا بعدها فعل ناقص شوفوا لهذه الأمثلة بسرعة كتاب من هذا شو إعراب من انتبهوا هذي ما أخذتوش زيها لو بدين يجي نعرب كتابه كتابه بقول كتابه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف وهو مضاف إذن من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر مضاف إليه حسب موقع حمد الإعراب أنا بكلتش من هذا كتابه كتابه من هذا إذن صف هذا شيء مضاف إليه يا سلام شوف هذا كتاب مثال كتاب وبدين إعراب من من حرر القدس باجي بسأل حالي هو حرر لازم ولا متعدي بقول حرر القائد آه بدي مفعول به إذن ماله متعدي هسه بصفي هل المتعدي هذا في الجملة أخذ مفعول به ولا ما أخذش حرر القدس إيه أخذ مفعول به شو عرب من مبتدأ مبتدأ أوعه من استبدأ أذو المستبد يا مستبدأ رأي قضم الساهر مين المستبد؟ أنا بقول بتضفحصها هل هي متعدي ولا لازم؟ بقول استبدأ العدو استبدأ أبي أبي مستبد أنا مستبد إذن لازم العبدو استبدأ استبدأ العدو وهذا المفعول به بديش منيح إذا صف فعل لازم والفعل اللازم هس القائد تابعته بتقول ليه ساعتها إذا بيبكى الفعل اللازم بيبكى إعراب من شو هو؟ يكون إعراب من مفعولا أعفا بيكون إعراب من إيش؟ مبتدأ لأنه أجا الفعل اللازم أخر مرة أجا فعل لازم فالفعل اللازم بيخلي من يتكون إعرابها مبتدأ تمام؟ هذه الأمثلة اللي أمامكم هي من كتاب من كتاب من أمثلة الكتاب ومن بعضها أمثلة خارجية بإمكانكم أصدقائي يعني ترك أي تعليق على هذا الفيديو على قناتي على يوتيوب سأقوم بشرح الإجابات والتعليقات إن شاء الله طبعا حتى قبل موعدكم في كثير من الطلبات وصلتني أنا سأقوم بشرحها إن شاء الله كلما أسعفني الوقت انتظرونه في فيديو قصير قادم إن شاء الله سأتحدث باختصار عن التعبير والمواضيع المقترحة وماذا تكتبون ولماذا في أقل من عشر دقائق إن شاء الله ريثما أعود إلى دروس القواعد ودروس البلاغة أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر